رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد الحضور الكريم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه وتعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء هذه الآيات كما قال العلامة السعدي عليه رحمة الله في تفسيره قال هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى للذين اتخذوا من دون الله أولياء يتوكلون عليهم ويفوضون أمورهم إليهم ويطلبون منهم أن ينفعوهم وأن يضروهم وأن يحلوا مشاكلهم إلى آخر هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله أن هؤلاء الأولياء لا يملكون لك شيء لأنهم عباد ضعاف فقراء إلى الله سبحانه وتعالى وضرب الله مثلهم كالعنكبوت التي اتخذت بيتا صنعت بيتا ولا يشبه البيوت إلا في الإسم لا يشبه البيوت إلا في الإسم فإنه لا يغني عن صاحبه شيئا لا من البرد ولا من الحر ولا من المطر ولا من غيره فإن من السفة أن يتخذ الإنسان الأولياء من دون الله الذين لا يملكون له شيئا ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وهذا فيه رد على اليهود الذين أنكروا رسالته عليه الصلاة والسلام قال وأمه صديقة وفيه أيضا رد على اليهود الذين رموها بالزنا عليهم لعنة الله ربنا قال كانا يأكلان الطعام يحتاجانه فهما ليس بإلهين وهذا رد على النصارى الذين غلوا في عيسى ورفعوه فوق منزلته التي أنزله الله ربنا قال كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون قل أتعبدون من دون الله الناس البيتكوري يا أخي انت انتبه مع الغران ربنا سبحانه وتعالى قال قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعه تاني داير منه شنوه أي خير ما بجيب لك وأي شر ما بيدفعه عنك لا عن نفسه ولا عنك انت فكيف تلجأ لهذا المخلوق وكيف تطلب منه كأنما أنت تعجزه وتظهر ضعفه أمام الناس بس ربنا قال قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم السميع لأقوالكم ولدعائكم ولحوائجكم العليم بها كيف كانت وما يصلحكم وما لا يصلحكم فالواجب على الإنسان أن يرجع إلى الله وأن يتوكل على الله كما قال الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه ربنا كافيك بالضيق وزيادة يعطيك ما لا تتصور أنت فكيف تلجأ لغير الله ربنا سبحانه وتعالى قال دا قرآن أنت بتكورك ليه ودي كلها حركات بعملات طلبة الجامعة أظن علموها اليوم لأن الشغل دا الحمد لله ما قدر يوقفه بنختلق والله مشينا مشينا كم جامعة لما نلقوا الشغل مسخن وما يقدروا طبعا بيقول لنا أنتوا سنولة سياسة يأذن ما أخذ شيئنا ذاتوا مدرسة أنا دارين دين بس ما دارين أي سياسة فيمت السياسة الهوز بتاعتهم دين لكن السياسة الشرعية من الدين الشاهد من الكلام لما الشغل يسخن ويكشفوا أسيادهم الجماعة بيقوم يفتعلوا مشكلة يقول لأتنين أنت القامي آي اتنين جابهجية آي اتنين شيوعين بيعملوا فوقه انت واك ويحملوا فوقه ضربوا بعض وما في ظل بيضرب ظل حسي هنا في الخرطوم لاغتك ضربة زي الناس فحصل في دم سال شغل كله بتاع كلام ساكد وانت لو جيتنا هنا والله يدمك دا إلا نلونك به فيمت لكننا نحن دارينك تفهم تغليك ظل بتفهم فأنا دار الناس البيجي يحضروا من بره دي وهمات في شكل قلبات ساكد ما عنده حاجة ظل والشيخه ما عمل حاجة ويعمل حاجة وما دار يدافع عن شيخه عشان يشغلك انت بعد شوية تقعد تعين الشاكل وما بالشاكل دي وهمات ساكد صوفية مرسلينهم يقعد كده تجي والآية تعمل له زنانة ما بيقدر يقعد بلغران ده حر بيمشي بيغادي يجي وحديس يعمل له سافوته في راسه ما بيقدر تاني يمشي بيغادي ما بتقدر يا زور فيمتى الغران ده ربنا قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة الحمد لله يشغل ده ما عشي قدام والله الذي لا إلى غيره لأنه دي دعوة الله دار تحارب الله انت يا صوفي ما بتقدر تحارب دعوة الله والله لو دعوة الله حاملنا نحن ما كان مرقت ذاته لكن دي حقت رب العالمين ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يريثها عبادي الصالح فيمتى ما تقعد تلعب سايب ما بتقدر تعرض الغران مهما قبلك أبو جهل حاول انتهى فيمتى قبلك أبو لهب حاول انتهى قبلك أن مرود بن كنعان حاول انتهى قبلك فرعون حاول انتهى قبلك القياصرة والأكاسرة الآن أوباما بيحاول ما بيقدر بإذن الله فيمتى ما بتقدر على الغران شكده أخر ليك إما إنك توحد الله أو إنك توحد الله ما عندك تاني خيار فيمتى خلينا نوري للمؤسي من ده ربنا سبحانه وتعالى قال في صورة الرعط بآيات عجيبة صورة الرعط المؤمن لما يسمع كده يعلم إنه الكون ده مدبر الله والله ربنا قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا القرآن لزول الماء فتح له قلبه ما بزيد إلا خسار ربنا قال في صورة الرعط ربنا قال وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ فهمتا؟ إنت بتقوم تدعو الشيخ الميت والصوفية كلهم بيدعوك إنك تمسك في شيوخهم وربنا قال لك الشيوخ ديل اللي بتمسك فوقهم زي زولة الدائري جي واقع من رأس البيت وليقى في شارعه وها أسناها مواقع لقى له خيط بتاع انكبوت ومسك فوقه وجو واقع وكسريده ياخدشنه ده يقول الخيط الضعيف لأ إنت البليد كان تنزل تقع واجعتك ساكن كان تشوف لك صرفة تاني في إنت فالبتمسك في برعي أو صايم ديمة زي البني آدم ده أو أضعف في إنت البرعي قال في كتاب رياضة الجنة ونور الدجنة في مدحي شيخه أحمد الطيب البشير وإنت عشان ده واحد بكورك نبستوه أنا كتبته لا أنا ألفته لا أنا دار النشر لا أنا الحروف الملصقة لا طيب ما لك بكورك أنا قلت كلامه قال هو بي نفسه ونشره وقال يا ناسة وقريتوا الكلام ده بتخش الجنة أنا قريت كلامه وجيت وريتك حكمه من القرآن ومن السنة قال قال ألم تر أن الله أيده تكلم عن أحمد الطيب البشير بما يقوم مقام المعجزات يناسبه شوف الكلام ده عجيب كيف قال ربنا أده حاجات بتقوم مقام المعجزات وربنا جعل الآيات والمعجزات حتى يؤمن بها الناس ربنا قال وما نرسل بالآيات إلا تخويف الآيات بمعنى المعجزات ربنا سبحانه وتعالى برسل للعباد حتى يؤمن العباد قال عنده حاجات بيؤمن بها الناس قال ألم تر أن الله أيده بما يقوم مقام المعجزات يناسبه كإحيائه ميتا قال بيحيي الأموات وكالبنت بعدما أتت وهي أنثى للذكورة تقلبه فيمتا دا قال أول حاجة الشيخ بيحيي الأموات كالضاب ما يبتحي الأموات فيمتا والكلام دا جايب البرعي من كتاب أزاهير الرياض والكلام كتبهم أسيا نحن عندنا أخواننا في ودبؤامنا ناس مجهدين ربنا يعينهم ويفقهم الصوفية فهتحين فيهم بلاغة الآن ومحكمتهم إن شاء الله يوم الأربع إن شاء الله ربنا بنصرهم دا التوحيد لو سجناهم زاته يوسف عليه السلام سجنه فيمتا إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى يقبل مننا بعد ذاك نتقطع أي يسجنون امرقون يطردون طلعون ما سودانيين ما أي حاجة نحن ما بضرنا والحمد لله فهمتا نحن دارين بس ربنا ينصر الحق أخواننا دا يتكلموا في الكتاب دا كتاب أزاهير الرياض لعبد المحمود نور الدائم الكتاب دا الكرامة دي نجال من الكتاب دا البرعي قال إن الشيخ عنده كرامات كثيرة في إحياء الأموات منها أن ولده قال شيخ قال لما أشرف ولده أحمد على الموت جاءه إزرائيل لقبض روحه فقال الشيخ لملك الموت ارجع إلى ربك فراجعه فإن الأمر قد نسخ قال لقل لالله الولد دا لستان فضليه كم سنة دا معنا رب العالمين جاهل كلام دا لازم قول دا إنه رب العالمين جاهل وده كفر بالله سبحانه وتعالى فيمت وده يلزم منه إنه ملك الموت ما بيجيه بيزمن معين ربنا قال أه لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ربنا سبحانه وتعالى قال وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم شنو لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين فقال قال للملائكة أرجعوا الملائكة رجعوا دا لازم قالوا إنه بيهرش الملائكة معناها ملائكة الله ما أي حاجة بيقدروا عليها معناها الآية من صورة الأنبياء غلب ربنا قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون عشان خاطر البرعي وأحمد الطيب وعبد المحمود نور الدائم والصوفية وغيرهم نحن نمحو الآيات دي من القرآن دا دين الصوفية ما راضين جيبوا الشيوخ ذاته جيبوا الشيخ الجيلي القاعد بتاع طابط دا جيبوه ننزل معه مناظرة في متى لعب لا مليون ناس وناس خايفين من نوم دا لاجين ساكت الشيخ ما عنده حاجة قال بدي الجنة وما عنده جنة ذاته عنده جنة ما عنده جنة الركيني قال شيخ ذاته ما عنده جنة ما بديك جنة يا زول الجنة من الله سبحانه وتعالى دي نعمة ولذلك دا قال أحيا الأمواد من كراماته برضو إحيا الأمواد قال إنه الشيخ لما نمشى سي النار قال بعضهم كان سمع بيو شال الطريقة السمانية وفي ناس يسا ما شالوها قالوا دايرين نشوف الشيخ دا خطر ولا تعبان لأنه عندهم آه إنه الدايرين الوالدة ما أنا مساكت معك لازم تمرقني يوم الغيامة والشيوخ كلهم بيقول لك لو دايرني أمرقك يوم الغيامة إتك سماني ما تبقى تجاني تجاني ما تبقى ختمي ختمي ما تبقى ريكاني تقول لهم دي باطلة يقول لك لا ما باطلة لكن أعرف شيخك وحب الكل أنا بكره الشيخ دا وبكرههم كلهم فيمتى قال فيمتى يقول لك لو عشان كده الختمية قال لك قالوا وجال ومن ومن صوته لغير الحزب الاتحادي فإنه يخشى عليه سوى الخاتبة يا زول التمهون في مخات شوف اللعبة اسم الدين دا الشغول بتاع الصوفية ويقول لك لا تعترض فتنطرد لا تقول أبدا لما دا البرعي قال لك كده شيخ ما تقول له لما قال الجماعة أخذوا الطريق فواحدين دارين الشيخ يكون قوي شيخ ما بطير دا يقول لك ما بينفحه الطيران ما بطير دا سوبه شنو يا زيتا قالوا بنا دول فيمتى قال قالوا له ورين كرامة الشيخ قال لهم ها قال لهم دارين شنو قال لهم الكرامات عندنا ملانة مخزن كامل ملان كرامات دارين شنو وما في ولي بيقول الكلام دا ولي لله ما بقول الكلام دا إلا أوليها إبليس صوفية دا قال لهم دارين شنو قال دارينك تحيلين ميت قال لهم خراسة رحل مغابر قال لهم اختاروا قبر شو أزول دا واسق من نفسه كيف إنه بيحي لأموات وكاد بنا بكلام والله تعتقد العديدة دي ما عندك أي علاقة مع الإسلام أي علاقة مع الإسلام ما عندك ولا تتعب نفسك في الصلاة أو غير من الأعمال الصالحة ما عندك أي عمل عقيدتك منتهية وإبليس لو لقاك بيكفرك والله الذي لا إله غيره تعتقد عقيدة السمانية دي دي بتورطك قال قال فأحياه وكان رجلا بعد ذاك رجعه وخشوا معاه في الطريق في كتاب تاني بتاع عبد المحمود نور الدائم اسم النصر العلمية لأصحاب الطرق الصوفية في إمتى؟ قال الشيخ الحوار قاعد معاه في المسيط وبيذكر الله قال شايل له ها سير طويل جدا بتاعنا لوبة خاتيها في شوالين والليل كله مسكين بضيع في زمنه والله شغال يحسب أسي لو دخلوا بدل الحزبات بتاعت البنوك دي كانت دو مرتب استفاد لكن دو ضيع زمنه ساكن والله دا بكون ريق ونشف في الفارغة ساكن في إمتى؟ دا الشيخ دا قال للمريد قال له ما لي أراك متهدا في العبادة ودرجتك ناقصة عند الله قال لنا شايف الاسم شنو الأعمال بتاعتك مع إنها كثيرة لكن ثوابك بسيط الحاصي شنوه يعني دا انت انت الثواب عندك انت الثواب عند الله يا زول انت بتجازين انت أنا بأعمل لك انت في إمتى؟ وده يلزم منه إنه يعلم الغيب وكذاب مجرم كذاب مفتري على الله سبحانه وتعالى في إمتى؟ قام قال له والله آي صحي أبو يا الشيخ أبوي مات وهو ما راضي عني قال له كويس انت بتعرف قبر أبوك؟ قال له آي وطيب انت عرفتا درجتو ناقصة ما عارف قبر أبو باين؟ يا كذب في إمتى؟ قال له آي أراح قام وراه القبر قال له دا قبر أبوك؟ آي قال له عشان ما نقعد نمرقلينا مرة ولا شافع يقومي شرد مننا ولا كذا دا قبر أبوك؟ آي دا قبر أبوك كويس قال له أراح رفعوا طوالي والله يا ظنه جرد جرار بتاع الكبوت أوب مرك قال له أحد يا حاج شنو؟ يا زول دي الغيامة قامت ولا الحاصي شنو؟ ها؟ قال له قال له أسمع طبعا بيدوم مقدمات لأنه دا الشيخ ما أفضل بيتكلم معاه قال له أسمع الزولة القامية أدوب جمنا الآخرة دا في زعم الكفر والهوز بتاع الصوفية قال له ولا دا قدر شغال عبادة وأنا لقيت درجتو ناقصة وإنت قالوا ما راضي عنه عشان خاطري عشان خاطري طيب انت ما تزيده لو ساكت الشيخ أديه حسنتين من جيبك وكت انت أصلا بيجيت إله في إمتى؟ قال له خلاص تعفوا عن ولدك كده والود دا خليه ها؟ دا تبعنا قال له خلاص عشانك الشيخ خليته طيب مع الله قال إن شاء الله كانت تديه الكورة الزهبية مع الناس ميسي ديلك يا زول ترجع ساي رجع طوالي دا كفر بالله ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة ياسين ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون ربنا قال وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون الآية ابتعد سورة العمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواته بل أحياء عند ربهم يرزقون لما أستشهد عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله النبي عليه الصلاة والسلام قال يا جابر إن الله ما كلم أحدا كفاحا إلا أباك فقال عبدي تمنى علي قال أتمنى أن أرجع إلى الدنيا فأعيدك فأقتل فيك ثانية لما يرى من أجر الشهادة فقال الله عز وجل قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون نحن الآيات دي نخليها والأحاديث نخليها عشان الشيخ نام وشاف له حلم ولا عشان واحد بيحب الصوفية ولا عشان شيخ طريقة والله لو بيجي تابوي ما صدقت دا كلام الله يا زون دا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام إنت كداب وشيخك كداب ومفتري وما عنده في الكون دا مع الله حاجة وما يقدر يخلق مع الله حاجة ربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزاء لو كانوا عندنا ما قتلوا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم الشائد من الآية ربنا قال والله يحيي ويميت الله والأحمد الطيب والله يحيي ويميت عشان كده ربنا اتحدى اتحدى جميع رسل أنبياء غيرهم ربنا قال ما عندهم الاحياء والإماتة ربنا سبحانه وتعالى قال قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق يبدأ الخلق معنا شنو معنا بيوجد من العدم ثم يعيده يعني يحيي بعد شنو بعد الممات قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون في امتة؟ ربنا سبحانه وتعالى ها؟ يقول الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من خالق غير الله الآية دي أخواننا واطحة ألا ما واطح؟ هل من خالق غير الله هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون ولذلك أخواننا الطرق دي عبارة عن طرق لجهنم إنت لو منتمي لطريقة الآيات اللي قلنا لك دي أمشي راجع المصحف تلاقي الله يوم الغيامة بيأتي حجة بيأتي حجة إنه أن إحنا كنا في الطريق وكذا وماشيين سوا وديل أهالي يقولون أنت قال برنامج الصراح تمهم في مخق ما فعل يسي ما ديل أهالي عما الغيامة تجي براك أنت أهلي وينوم أهلك بفره منك ربنا قال يوم يفره المرء من أخي وأمه وأبي وصاحبته وبني لكل مرئ منهم يومئذ شأنه يغنيه بعد ذلك الشيوخ بيقول لك شيل شيلتك في الدنيا بيقول لك بارينا في إمتى زي ما قال البرع في مطلع هذه القصيدة قال ومشورتي في الناس قال أنا طيبي ما حييت وإن أمد فمشورتي في الناس أن يتطيبه أو زي ما قال أبو قرون الشيعي المجرم المفتري الكذاب قال يوم الحلوق القزم أبو قرون بيجيش يتنظم في إمتى وقال ليه خش معنا خش معنا في الطريقة بتاعتنا بننفع ربنا قال وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ربنا قال لك كلهم كالضابين ربنا قال ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون إن شاء الله أقدم أخونا الشيخ أبكر يختم الحلقة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر